عش تبقى فاهم برضه زمالك عنده لقطات حماسية كده وبيلعب دايما في نفسية اللعبين بيحمسهم جدا ويحطنهم دوافة نهاردة جوزي جوميز في مران الفريق جمع اللعبين وكتب لهم أهداف الموسم قال لهم احنا كل بطولة هيشارك فيها الزمالك أولوية يعني اي بطولة أولوية لكن بطولة الدوري بالذات أولوية قصها ليه؟ هو شايف ان الزمالك كان عنده مشكلة في الاستمرارية في جمع النقاط في دوري الموسم الماضي قال لهم احنا عندنا فرصة قال لعبة الزمالك احنا عندنا فرصة ان احنا نبدأ البطولة ونجمع النقاط كثيرة جدا من بداية الموسم عشان ما نتحطش في اي مشكلة في الدوري في الموسم الجديد لعبة نادي الزمالك وعدوا جوميز انهم هيلعبوا كل مباراة في الموسم الجديد في الدوري كأنها مباراة كاس ده كان حصل في جلسة اليوم ببين جوزي جوميز ولعبة نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر